إذ قالت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء شمالي غزة يعمل حالياً بالحد الأدنى مشيراً إلى أن الطاقم الطبي يعمل في ظروف شديدة الصعوبة وأضافت في بيان أنها شاركت في بعثة مشتركة مع الأمم المتحدة لتسليم أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الشفاء في غزة وتابعت أن عشرات الآلاف من النازحين في مبنى المستشفى يحتاجون لتزويدهم بالغذاء والماء والمأوى وقال البيان أن أربعة مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال غزة من جملة 24 مستشفى قبل بدء الحرب داعياً إلى تأهيل مستشفى الشفاء بشكل عاجل لخدمة المحاصرين ترجمة نانسي قنقر